هل تذوقت الموزى الأوكراني؟ قد تسمع كثيرا عن الفواكه والخضار التي تزرع في أوكرانيا ولكن لن يخطر على بالك أو بال أحد أن يكون هناك موز أوكراني أناطولي مهندس زراعي مولع بالنباتات وهذا الولع أوصله إلى عملية زراعة خضار وفواكه كان من المستحيل حتى الوقت القريب إنتاجها في أوكرانيا في هذا التقرير نتعرف على حديقة أناطولي العجيبة أناطولي يعمل في زراعة النباتات الاستوائية منذ أكثر من ثلاثين عاما ويتذكر أولى النباتات التي قام بزراعتها في شرفة بيته اليوم يفتخر أناطولي بالدفء الكبير الذي يعتبر من اختراعه خصيصا لنباتاته فعلى مدار العام يتم الحفاظ على مستوى مطلوب من الضوء والحرارة بالطبع كان لابد من الخروج بشيء معين وفكرت في ذلك مليا بشيء يمنع البرد من الدخول والحرارة من الخروج والنتيجة كانت هذا المكان الدافئ الأجواء الاستوائية وشبه الاستوائية يمكن الشعور بها في هذا المنزل في هذا البيت المحمي الذي صنعه أناطولي توجد عشرات النباتات الغريبة جلبها من خارج البلاد والبعض قام بإنتاجها شخصيا من بينها الليمون والأناناس وثلاثة أصناف من الموز وعلى الرغم من أن هدف أناطولي تأسيس مشتر كبير إلا أن بيته لا يخلو من الفواكه الطازجة ويؤكد أن جودتها لا تختلف عن تلك المستوردة هذا الموز يمكن أن ينبت في بيوتكم حيث قد تأخذ هذا النوع الذي لا يزد عن 80 سنتيمترا ليكون لك فيما بعد حوالي 50 منتجا ورغم أنها ليست ناضجة بعد فهي من الموز ذو المذاق الجيد هذا النوع من الموز في متاجرنا يزيد سعره عن المئة هريفنا ولا يوجد دائما هذه النباتات الاستوائية يمكن لأي أحد أن يزرعها في بيته شرط الرعاية اللازمة مثل ما أثبتت التجارب فالحمضيات يمكنها أن تتحمل القليل من الصقيع الأوكراني كما أن الموز والأناناس فواكه تستحمل العطش لفترة طويلة الأناناس نبات رائع يمكنه أن يعيش ستة أشهر دون سقايا وفي درجة حرارة تبلغ الأربعين حتى والأرض جافة يواصل نموه فهذا يأخذ طاقته من الهواء لقد عملت على هذه التجربة حيث رأيت ذلك في تايلاند فقد تم قطع جزء صغير منه ووضعه في أحد الرفوف ثم واصل نموه هذا المكان الذي صنعه أناطولي يتواجد حاليا في أزاء مختلفة من العالم حيث يقوم العديد من الأوكرانيين المولعين بالنباتات بشراء مختلف المنتجات أناطولي يؤكد أنه إذا تم التعامل بجد مع هذا الأمر وتم فتح باب الاستثمار فيه فإن أوكرانيا ستكون قادرة حتى على تصدير الموزي ومختلف أنواع الحمضيات